من إسطنبول معي عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري وعضو الوفد الاستشاري لجينيف أربع أسامة تلجو ومن موسكو المحلل السياسي اليونيد سوكيانين أهلا بكم أسامة بداية هذه التصريحات الحادة جدا من قبل ترامب تجاه الأسد قد تنبئ بتصرف أو خطة عسكرية أمريكية ما تحية لك ولمشاهدين الكرام ولإخواتنا الصامدين المرابطين في سوريا أولا حقيقة حسب معرفتنا بشخصية السيد ترامب وصمته الذي كان لفترة طويلة ابتداء من تولي زمام الحكم أعتقد أن هذه التصريحات الواضحة جدا تخفي وراءها أفعال أو قرارات سنراها على أرض الحقيقة في المستقبل القريب كما رأينا الضربة الصاروخية لمطار الشعيرات يعني هو دائما ينتقد سلفه الرئيس أوباما بأنه يتكلم فقط دون أن يفعل شيئا فلا أعتقد أنه يورط نفسه في كلام بمثل هذه الصراحة وبمثل هذا الوضوح ضد هذا الرئيس المجرم ويصفه للمرة الأولى بالوصف الحقيقي الذي يجب أن يوصف به كان منذ بداية الثورة عندما أطلق أول رصاصة على صدور المتظاهرين العارية الآن أعتقد أن هناك تغير حقيقي وواضح سيكون في سلوك المجتمع الدولي وسيكون هناك خروج من الأزمة الأزمة الحقيقية هي في استخدام الفيتو لسبع مرات ضد الملف السوري وضد الإنسان وضد الأطفال والنساء في سوريا هذه هي الأزمة الحقيقية التي يمكن الآن أن نخرج منها بتغيير سلوك المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن أو عبر خيارات أخرى أيضا صرح عنها الرئيس ترامب وصرح عنها كثير من زعماء الدول في إنجلترا وفرنسا ومعظم الدول الأوروبية وأيضا كندا ومعظم الدول التي دعمت الضربة الصاروخية ضد بشار في مطار الشعيرات سيد اليونيد من ضمن التصريحات للرئيس ترامب انتقد هذا الدعم الروسي للنظام قال بأن ذلك لن يعود بالنفع على روسيا تعليقك طبعا تصريحات للرئيس الأمريكي واضحة ولكن بالنسبة للخطة الاستراتيجية الأمريكية بخصوص معالجة الأزمة في سوريا فهذه الاستراتيجية غير واضحة طيب ربما الموقف الأمريكي من بشار الأست واضح ولكن كيفية معالجة الأزمة في سوريا عن طريق الإدانة للرئيس بشار الأست عن طريق تكرار الدربات العسكرية على الكواعد العسكرية تابعة للنظام السوري هل مثل هذه الخطوة ستؤدي للمعالجة للأزمة في سوريا أنا أشك في ذلك؟ هناك كانت الجهود الدولية خلال الأجرب بل السنوات الماضية كانت نالك الاتثقيات والكرارات لمجلسة الأمريكي سيدنيونيد جوابك سيكون له علاقة في الشق الثاني من الحوار الذي سنتحدث فيه عن المقترح الأمريكي لأنه إذا كانت بالإمكان تطيني ردك على هذا الوصف أو التعليق من قبل الرئيس الأمريكي على الدعم الروسي للنظام قال أنه لن يعود على موسكو بالنفع ما النفع الذي حازته روسيا من وراء هذا الدعم لنظام الأسد؟ بالنسبة لروسيا مثل هذه البيانات وتصريحات تقريباً ليست بالمهمة بشكل عامل أنه لا تحمل في طياتها أي الأمور المعينة المحددة الملموسة أول شيء روسيا لا تدعم النظام روسيا تدعم العملية السياسية كوسيلة الوحيدة لمعالجة الأزمة في السورية روسيا لا تدعم النظام روسيا تشجع وتدعم العملية السياسية التي لا تستطيع أن تتم بدون مشاركة النظام في هذا الجهود كيف يمكن التوصل إلى الحل السياسي بدون مشاركة النظام في هذا الجهود عن طريق المفاوضات والحوار السوري السوري وغير وغيرها كيف؟ هل هناك واحد الذي يمكن أن تصور مثل هذا الحوار بدون النظام؟ كيف؟ الحوار بين من ومن؟ بين المعارضة نعم والمعارضة غير موحدة وهذا من جهة ومن جهة ثانية من سيجري هذا الحوار؟ على هذا الأساس هناك العديد جدا كلك ليونيد أنه ردا على سؤال حول تصريحات ترامب بأنه روسيا دعمها للنظام لن يجدي ذلك نفعا لها يقول أنه روسيا لا تؤيد النظام ولا تدعم النظام تؤيد العملية السياسية يعني الحقيقة الروس أخذوا فرصة كبيرة جدا إن كان من الأمريكان عندما زارهم كيري وأعطاهم تفويد كان واضح بإدارة الملف السوري وأيضا نحن أعطيناهم فرصة كبيرة بكونهم الدعو أنهم يمكن أن يكون يأخذوا دور الضامن خلال هذه الفترة التي تم عقد اتفاقية هم الضامنون فيها للنظام لم يحدث فيها أي تقدم أبدا على المجال لا العسكري ولا السياسي كان هناك تقدم في موضوع التهجير تم تهجير أهالي وادي بردة وهذا كان خرق واضح للاتفاقية وتم تهجير أهالي الوعر لم يحدث فيها أي تقدم سياسي حتى النظام عندما ذهب إلى جينيف في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كان دائما ليس لديه مقولة إلا أننا نريد أن نكافح الإرهاب وهو طبعا يتملص بذلك من أنه هو رأس الإرهاب وهو الداعم الأساسي للإرهاب فلم يكن النظام أبدا لم يتقدم أي خطوة باتجاه انتقال سياسي مع أن الروس كانوا يستطيعون الضغط عليه أولا بمنع التهجير الضباط الروس كانوا موجودين على اتفاقية التهجير في الوعر كانوا هم داعمين وكان تصدر منهم تهديدات مبطنة لأهالي الوعر بأنهم إن لم يوافقوا على عملية التهجير وإخلاء الوعر سيتعرضون لقصف شديد من طائرات النظام إذن الروس الحقيقة أخذوا فرصة كبيرة لكنهم لم يستغلوها ونحن نستغرب جدا كيف يربط الروس سياستهم ببقاء مجرم مثل بشار الأسد لفظه المجتمع الدولي كله كل دول العالم لفظته والشعب لا يمكن أن يقبل به مطلقا حتى أعتقد أن طائفته التي يدعي أنه يدافع عنها جزء كبير منهم الآن لا يمكن أن يقبل وجود مثل هذا الشخص على رأس الحكم إذن والشيء الثاني المستغرب هو أنهم يدعمون ويساعدون إيران في تنفيذ مخططاتها من سوريا مستغرب من السياسة الروسية أن تدعم المخطط الإيراني الواضح المعالم بأنه مخطط تغيير ديمقرافي مخطط استيلاء مخطط احتلال لسوريا كيف تدعم روسيا هذا المخطط فأعتقد أنه على الروس أن يراجعوا حساباتهم الآن حتى الآن الأمريكان الإدارة الجديدة لم توجه اتهامات واضحة للروس باستخدام الكيماوي أو اتهامات واضحة مع أن المنطق يقول أن النظام لا يمكن أن ينفذ مثل هذه الضربة بدون على الأقل علم مسبق من الروس ومع ذلك الأمريكان تجاهلوا هذا الموضوع وهم الآن أعتقد يعطون فرصة أخيرة للروس للتراجع عن دعم بشار طيب قبل ما أنه نواصل أذكر ببعض الأخبار العاجلة التي وردت نقلا عن الرئيس الروسي بلادمير كوتين قال أنه ثقة ما بين الولايات المتحدة وروسيا تزعزعت في عهد ترامب قال أنه القصف على خان شيخون استهدف مخزنا للسلاح الكيماوي للمعارضة وفي تفسير ثاني لهذا القصف قال أنه مختلق بكل الأحوال هذه الأخبار العجلة التي وردت الآن واصل الآن فيما يتعلق بالشأن الذي نتحدث عنه في موسكو حيث بدأ لقاء وزيري خارجية روسيا وأمريكا شدد لافروف على ضرورة عدم تكرار الضربة الأمريكية في سوريا معتبرا أنها انتهكت القانون الدولي من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تتطلع إلى حوار منفتح وصريح مع روسيا لتحسين العلاقات هذا وكان نائب وزير الخارجية الروسي قد أعلن قبيل بدء لقاء الوزيرين أن وزير الخارجية سيرجي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي ريكس تالرسون إقامة مناطق حظر طيران في سوريا وأشار إلى أن الموقف الأمريكي من سوريا لا يزال غامضا بالنسبة لموسكو هذا ووصف نائب وزير الخارجية العرض الذي يحمله تالرسون لموسكو للتخلي عن الأسد بالبدأي والتافه العديد من التساؤلات طفت لدينا حول بعض الأفكار المتناقضة الوردة من واشنطن وبالتوازي مع تلك الأفكار شاهدنا أيضا أفعالا وأقصد الضربة الصاروخية على سوريا ناقشنا هذا الحدث هاتفيا والرئيس الروسي قدم تقييمه للحادثة ومن المهم منع حدوث شيء كهذا في المستقبل أعتقد أن زيارتكم تعطي زخما ضروريا لتوضيح أفق التعاون في القضايا المحورية وتشكيل جبهة معادية للإرهاب دون الاكتفاء بالتحالفات المغلقة نريد معرفة النوايا الحقيقية للولايات المتحدة وهذه الزيارة ستساعد على ذلك علينا توضيح الفروق الموجودة بيننا لتفادي العواقب التي يمكن أن تنتج عنها ويجب تبادل الأراء بطريقة منفتحة وصريحة لنعزز الحوار بيننا ونعمل كل ما بوسعنا لتفعل علاقات إلى الأمام لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا العرض الذي حمله تيلرسون إلى روسيا أنتقل إلى الزميل عبد الرحمن لا صيمي عبد الرحمن تفضل نعم محمد فعلا زيارة رسمية يقوم بها وزير الخارجي الأميركي ريكس تيلرسون إلى موسكو هي الأولى له منذ توليه هذا المنصب ماذا يحمل الوزير الأميركي في جعبته إلى المسؤولين الروس وفق مصادر صحفية فإن وزير الخارجي الأميركي يحمل معه إلى موسكو عرضا مكتوبا إلى الرئيس فلاديمير بوتين اليوم صاغه قادة مجموعة السبع الكبار خلال الأيام الماضية العرض يرتكز على تخفيف العقوبات على روسيا وإعادتها إلى نادي الثماني الكبار والتعاون في محاربة الإرهاب مقابل وقف نار كامل في سوريا لا يشمل المجموعات الإرهابية أيضا عرض مجموعة السبع يشمل إطلاق عملية انتقال سياسي جدية تحافظ على المؤسسات وتؤدي إلى رحيل بشار الأسد من منصبه العرض خضع للكثير من المشاورات بقيادة ترامب الذي أجرى اتصالات مع عدد من قادة مجموعة السبع بينهم رؤساء وزراء كندا وبريطانيا والمستشارة الألمانية نعم محمد طب ما السيناريوهات المطروحة على طاولة بوتين سواء قبل أو رفض هذا العرض نعم محمد فعلا هناك سيناريوهات عدة محمد ربما يتخذها بوتين دعنا نبدأ أولا في حال موافقة بوتين على هذا العرض فإنه يمكن أو يمكنه من عقد صفقة تتضمن وقفا شاملا للنار في سوريا ما عدا قتال الارهابيين على رأسهم تنظيم داعش وجفش وأيضا صدور قرار دولي بمبادئ الحل السياسي واستئناف مفاوضات جينيف ودعم ذلك خلال اجتماعات المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا بمجلس الأمن اليوم وفي حال رفض الرئيس بوتين هذا العرض فإنه الواشنطن ستتجه إلى قيادة حلف دولي وأقليمي يؤدي إلى السيطرة الكاملة على شرق نهر الفرات بعد طرد داعش منها وأيضا بحث إقامة مناطق آمنة شمال سوريا وجنوبها لإعادة اللاجئين إليها وتحويلها إلى مناطق نفوذ أقليمي ودولي طبعا مراقبون قالوا إن بوتين قد يلجأ إلى تذويب عرض السبع الكبار لكسب الوقت والرهان على أن ترامب سيمل من هذا الموضوع بعد فترة وحصول أولويات أخرى بالنسبة لواشنطن إلى جانب طبعا أن طهران لن تسمح بعقد صفقة كهذه في ظل تمسكها بنظام الأسد في سوريا هذه أبرز تفاصيل العرض محمد عود إليك شكرا لك عبد الرحمن مرة أخرى إلى ضيفية من إسطنبول وموسكو ليونيد طيب هذا العرض يعني هناك من رأى فيه عقلانية لماذا روسيا اعتبرته بأنه بداء وتافه أو غابي أبدا روسيا حتى لم تبدأ أي رأي في هذا العرض لأن هذا العرض لم يقدم رسميا على روسيا هذا كل وسائل العلام وهذه المنشورات وتسريبات فقط ليست هذا العرض رسميا وتيلرسون لم يقدم هذا العرض على الكيادة الروسية حتى لا على ما عرفه المحادثات جارية هذا من ناحية ثانية هذا العرض من حيث المبدأ هو معقول ولكن هو كذلك لتنفيذه يجب الإجابة على بعض المسائل الجزئية مثل ماذا مثل ماذا يعني وقف الطاقة النار نعم نعم روسيا موافقة موافقة تماما ولكن روسيا يمكن أن يؤثر على النظام ولكن من هو سيؤثر على المعارضة هل هناك أي جهة جهة مسؤولة هل الولايات المتحدة يمكن أن تضمن وقف الطاقة النار من قبل الفصال المعارضة التجارب السابقة تجارب السابقة أثبت أن المعارضة نتحدث عن المعارضة المعتدلة لا نتحدث عن داعش أو عن النصرة التزمت بوقف إطلاق النار ولكن كان النظام هو الذي ما زال يواصل عمليات القصف هذا هو رأي المعارضة الرأي النظام هو بالعكس من ذلك إنه كان يتمسك بذلك والمعارضة كانت يخالف ليست كافة الفصال المعارضة انضمت لنظام وقف الطاقة النار هذا من جهة سؤال آخر يعني باستثناء الفصال الرهابية أو المنظمات الرهابية ما هي هذه المنظمات الرهابية داعش نعم جبة نصرة نعم ولكن حتى الآن لم يتم التحديد والتمييز بين الفصال المعارضة المصلحة وبين المنظمات الرهابية السؤال الذي كان ولا تزال تقدمه روسيا باستمرار أمام الأمريكان يعني وتدعى الأمريكان لتجلس بشكل مشترك والتحديد والتمييز بين الفصائل التي تستحك ويمكن أن تكون مستهدفة بضربات باعتبارها إرهابية وغيرها غير إرهابية حتى الآن ليس نالي قضايا واضحة على هذا الأساس من حيث هذا العرض معقول ولكن هو ليس بجديد مثل هذه المقترحات مثل هذه المبادرات كانت تقدم من قبل روسيا ومن قبل غيرها من الدول على هذا الأساس يعني بدون لجبع لهذه الأسلة التفصيلية والحساسة من السعب جدا مناقشة ولكن من حيث لنبدأ هذا يعني أرضية لنقاش للحوار بين الروس وبين الأمريكان بمشاركة بعد الكوى الأخرى ذات التي كلمتها مسموعة لذاك قبل كل شيء المعارضة لأن المعارضة لا تخدع بعض الفصال لا تخدع لأمريكا ولا لتوركيا ولا لغيرها وتبعا يعني بدون شك لروسيا على هذا الأساس روسيا يمكن أن تقول لجانب الأمريكي نعم نحن نراحب مثل هذا الأرض ولكن بشرط أن تكون هناك الأجوبة المكنعة على بعض القضايا ذات العلاقة ذات الصيل المباشرة بهذا الأرض طيب أسامة ما رأيكم بهذا العرض يعني مرضي أم هناك تحفظات عليه يعني أعتقد أن الملامح الأولية لهذا العرض قد تكون جيدة وهو طبعا عرض يعني للأسف يعني أتى في وقت متأخر جدا لكن يعني أفضل من أن لا يأتي أبدا يعني لنتصور لو لم تحدث هذه الضربة الأمريكية واستمر السيناريو السابق 218 بعد 1400 شهيد في ضربة الغوطة الكيماوية كان هناك فيه بند فقط تهديد للنظام باستخدام الفصل السابع وكان هناك سحب لسلاح الجريمة عام 2015 أيضا تكررت الجريمة بالكيماوي وكان هناك قرار 2209 أيضا فيه بند يهدد أو يعطي إنزار أخير بسحب سلاح الجريمة والآن وبعد ضربة خان شيخون صعب أيضا كان سيخرج قرار إما خالي المضمون وسيحمل تهديد مثل 2209 و2118 سيكون قرار فارغ المضمون أو أنه سيكون هناك فيتو روسي لذلك أعتقد أن الضربة الأمريكية هي التي أدت لمثل هذا التوافق الدولي ونحن سمعنا الحقيقة من كثير من السفراء الدول أنهم كانوا دائما خلال الأشهر السابقة ينتظرون الموقف الأمريكي الواضح الآن هذه الدول بعد أن توضح الموقف الأمريكي كان هناك بعد اتفاق الدول السابقة كان هناك مثل هذا العرض هذا العرض أعتقد أنه جيد لأن حماية أطفال سوريا لا يكفي أن يكون هناك ضرب لقواعد الكيماوي أو إيقاف القصف بالكيماوي في اليوم التالي لقصف الشعيرات قام النظام بقصف النابالم الأطفال يموتون بالنابالم ويموتون بالفوسفوري ويموتون بالفراغ والحراري والارتجاجي ليس فقط الكيماوي هو الذي يقتل الأطفال الأطفال أيضا يتعرضون لعمليات التهجير القصري الواضح التي تمت والتي تتم الآن الأطفال يحاصرون ويموتون جوعا إذن حماية الأطفال لا تعني ضرب مطار أشعيرات فقط حماية الأطفال يعني أن يمر مثل هذا العرض على الأقل الذي يمكن أن يؤمن إيقاف الدماء والأهم منه أو أهم فقرة فيه أن يكون هناك فعلا دعم لانتقال سياسي حقيقي دون وجود هذا النظام المجرم وعصابته وعائلته التي تكلم عنها كثير من الزعمة أنه لم يعد هناك مجال أو مستقبل لا لبشار ولا لعائلته وأعتقد أن عائلته هو هذا النظام المجرم طب ليونيد كما قال الأستاذ أسامة أنه ما سر حساسية أقول روسيا من موضوع رحيل الأسد من عدمه إذا كان هناك ازدياد في المطالبات برحيله حتى كما قال لك أسامة من عائلته نفسه قالوا لا مستقبل له على ما يبدو بالنسبة لرحيل بشار الأسد في هذا القضية كانت ولا تزال تناقش خلال سنوات الموقف الروسي واضح لأنه هذا القضية يجب أن تحل عن طريق الحوار السوري سوري بالنسبة للموقف الأمريكي فهو يتغير باستمرار يوم يقول القيادة تقول القيادة الأمريكية أنه يجب الولوية تتمثل في رحيل بشار الأسد في يوم الثاني تقول أنه في المرحلة الانتقالية ليست الولوية لرحيل بشار الأسد بعد ذلك سفيرة الولايات المتحدة تقول أنه يجب على بشار الأسد أن يترك منصبه أما وزير الخارجية أو ممثل وزارة الخارجية يقول شيء آخر على هذا الأساس يجب أن تتضح الموقف الأمريكي الموقف بالنسبة لبشار الأسد هذا النقطة نقطة ثانية نحن كذلك وأنا شخصين لا أرى مستقبل سياسي لبشار الأسد ولكن بين المستقبل وبين الحاضر مسافة فطرة زمانية ما هي ما هي هذا الفطرة كيف الانتقال من اليوم من هذا اللحظة بالذات إلى المستقبل بدون بشار الأسد كيف هذا الانتقال بإسقاط النظام هل هذا هو يعني الحل السياسي إسقاط النظام ما مياا ليونيت شو المشكلة إذا كان هناك شعب أغلب غوثر ضد هذا النظام وين المشكلة فكل دول العالم إذا كان هناك ثورة شعب ضد النظام يرحل النظام يرحل النظام رحل النظام اليوم من يحول محله هل هناك أي خطة سياسية هل هناك للمعارضة أي خطة سياسية تفصيلية بنسبة هذا الفرع سياسي في الوقت عندما لا يوجد الوحدة في صفوف المعارضة هل هناك المنظمات الارهابية ربما ستصبح أقوى من يحول المعارضة وهي ستحل محل بشار راسد في دمشق هل هناك جواب المفترض على هذه الأسئلة أولا وجود بشار في المرحلة الانتقالية تبرئته من جرائم الحرب وهذا لا يمكن أبدا أن نرضى به لأننا نمثل عائلات وأبناء الشهداء الذين قتلهم بشار إذا هم لا يرضون أبدا بتبرئة هذا المجرم أما الأمر إذا رحل بشار فسيكون هناك فوضى مثلا لا أعتقد أن سوريا الآن سيكون فيها فوضى أكثر مما فيها بشار عبارة عن مجرد كراكوز موجود معلق كلوحة على الجدار يمكن أن ترمى في سلة المهملات في أي لحظة فبشار الآن ليس له وجود القرار قرار إيراني الذي يحدث عبارة عن تجازبات دولية ليس له أي قرار بشار وحتى بالنسبة للمفاوضات المفاوضات تتحدث عن اتفاق معين ثم نبدأ بالتنفيذ هنا مرحلة التنفيذ نحن مصرون على أن لا يكون فيها بشار والروس ونظام بشار يصرون على أن بشار يجب أن يكون موجود إذن نحن الآن مع من نتفاوض نحن نتفاوض مع نظام بشار لكن عندما يبدأ الانتقال السياسي لا يمكن أن يكون بشار موجود لأن وجوده في نصوص واضحة قانونية سيعطيه شرعية وسيبرئه من جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري شكرا لك من إسطنبول عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري وعضو الوفد الاستشاري لجنب أربع أسامة تلجو ومن موسكو المحلل السياسي ليونيد سوكيانين ترجمة نانسي قنقر